اشتركوا في القناة انواع الدوال البرمجية انواع الدوال البرمجية هي البلت ان فانكشن والفانكشن ان بروسيجر او الفانكشن العادي البلت ان فانكشن هي عبارة عن دوال برمجية تأتي مع اللغة من دون تعريف الفانكشن يعني لا نحتاج لتعريف هذه الدوال وكتابة كود لتعريف هذه الدول ويتم استدعاؤها عند ذكر اسم هذه الدالة مثال على ذلك المسج بوكس عندما نكتب كلمة مسج بوكس ومن ثم قوسين ومن ثم داخلها الرسالة التي سوف تخرج للمستخدم فنحن لا نقوم بكتابة كود خاص للمسج بوكس نعرف فيه مثلا المسج بوكس كفانكشن أما الفانكشن العادي أو الفانكشن and procedure هي الدوال والإجراءات هي دوال يجب تعريفها في البداية ومن ثم نقوم بعد تعريفها إن أردنا استدعائها من خلال ذكر اسم الدالة والصيغة العامة للدوال والإجراءات تبدأ بفانكشن ومن ثم اسمها النام والنام ينطبق على الدوال كما ينطبق على المتغيرات ومن ثم القوسين ومن ثم byval وهي جملة ثابتة نعرف فيها parameter داخل الفانكشن نسميه variable1 وهو متغير و as data type رح يكون له نوع data معينة ومن ثم خارج القوس as data type as data type الخارجية هو هي نوع الفانكشن يعني ممكن function string integer إلى آخره أما الداخلية فرح تكون خاصة بالمتغير variable1 أو parameter1 خلينا نسميه وهو الparameter وبعدها يأتي الstatements وهي الجملة البرمجية ومن ثم return value جملة return ومن ثم value قيمة معينة أو متغير أو قيمة محفوظة في متغير ومن ثم جملة end ومن ثم function فالفانكشن هنا يقوم بتنفيذ الstatement عند استدعائه من خلال اسمه وعند حفظ القيمة معينة في الvariable الparameter الموجود فيه بعد ذكر الاسم اسم الفانكشن ومن ثم قوسين ومن ثم قيمة معينة تحفظ في الvariable1 وهو الparameter يتم تنفيذ الstatements ومن ثم يتم إرجاع قيمة القيمة هاي الفاليو الفاليو هاي اللي هون يتم إرجاعها إلى الفانكشن يعني إذا مثلا قمنا بحفظ الفانكشن في متغير معين وكان الفانكشن يقوم بجمع الأعداد فبالتالي قيمة جمع الأعداد يتم حفظها في المتغير والقيمة الفاليو اللي هون يتم حفظها في المتغير ومن ثم انت فانكشن ومن ثم يتم الخروج من الفانكشن وأيضا بإمكاننا أن نستخدم أكثر من باراميتر داخل الفانكشن وذلك باستخدام الفاصلة ومن ثم باي ذاليو ومن ثم اسم المتغير ومن ثم اس ديتا طايب وهو نوع المتغير أو البراميتر الثاني وبنفس الطريقة ستيتمينس ريتين فاليو انت فانكشن وأيضا هناك صيغة أخرى وهي تبدأ بالصب ومن ثم نيم اسم الفانكشن ومن ثم باي ذاليو ومن ثم ستيتمينس ومن ثم انت سب والاختلاف بين السب والفانكشن هو أن الفانكشن يقوم بإرجاع قيم معينة من خلال جملة ريتيرن ولكن السب لا يقوم بإرجاع قيم معينة أو قيم معينة ولكن يقوم بتنفيذ من أكثر من ستيتمينس أو ستيتمينت واحدة وتكون داخله يعني السب يقوم بتنفيذ أوامر أو مجموعة من الأوامر داخل السب أما الفانكشن يقوم بتنفيذ أوامر وبالإضافة يقوم بإرجاع قيمة للفانكشن وأيضا بإمكاننا باستخدام السب نستخدم أكثر من براميتر من استخدام byVal variable1 أو byVal variable2 as data type لكل واحدة منهم وستيتمينت واينت فانكشن ورح توضح الصورة أكثر إن شاء الله خلال المثال القادم المثال عبارة عن برنامج دمج النصوص زي ما أخذنا في الدروس الماضية ولكن رح نستخدم هذا البرنامج ونكتب الكود الخاص فيه من خلال أو باستخدام الفانكشن رح يتم دمج النص الموجود في التكست بوكس 1 مع النص الموجود في التكست بوكس 2 ويتم إخراج الناتج في التكست بوكس 3 ننتقل للأكواد قبل ما نكتب الكود في عنا ملاحظة جدا مهمة في الفانكشن الفانكشن لا يتم كتابته داخل الأحداث أو داخل الإفنت يعني لا يكمن كتابته داخل الفورم لود مثلا أو البوتون كليك دائما يتم كتابته كشيء منفصل عن الإفنت مثل اللود أو الكليك ودائما نكتبه خارج الأحداث فلما نكتب فانكشن لازم يكون خارج الأحداث هاي ملاحظة مهمة جدا في البداية نكتب فانكشن زي ما حكينا ومن ثم اسمه رح نستخدم مثلا اسم compound ومن ثم قوس ومن ثم رح نستخدم to parameter parameter يتم حفظ فيه التكس في التكس الموجود في التكس بوكس 1 وبراميتر آخر يتم حفظ في التكس الموجود في التكس بوكس 2 فمن ثم نسميه مثلا تي أكس تي ون أو هلينا نكتب باي ذال تي أكس تي ون آز سترينج ومن ثم فاصله ومن ثم باي ذال تي أكس to as string وأيضا القيمة اللي برجحها الفانكشن رح تكون string رح يكون نوع الفانكشن as string ومن ثم رح نعرف متغير رح نسميه result وهو الناتج dim result as string ورح نرجع قيمة result للفانكشن بالتالي return value الvalue رح تكون القيمة المحفوظة في المتغير result طيب قيمة result رح تكون كالتالي result تساوي txt1 and txt2 يعني قمنا بأخذ القيمة الموجودة في البراميتر الأول والقيمة الموجودة في البراميتر الثاني ومن ثم استخدمنا رابط النصوص وهو رابط الجمع بين النصوص وحفظنا قيمتهم بدمجهم في المتغير result ومن ثم قمنا بإرجاع قيمة result للفانكشن كومباوند ومن ثم رح نستخدم الفانكشن كومباوند كدامج للنصوص ويتم حفظه في بالتالي كومباوند وهو اسم الفانكشن اللي كتبناه ومن ثم نفتح قوسين القيمة الأولى رح يتم حفظها في البراميتر txt1 والقيمة الثانية رح يتم حفظها في البراميتر txt2 فالtxt1 رح يكون عبارة عن textbox1 dot text ومن ثم فاصلة نستخدم textbox2 dot text فبالتالي قيمة المهوجودة في التxtbox1 في الخاصية text يتم حفظها في البراميتر txt1 وأيضا القيمة الموجودة في خاصية التxt في التxtbox2 يتم حفظها في txt2 وبالتالي عند استدعاء الكمباوند وهو الفانكشن يتم تنفيذه يتم تنفيذ الكود هذا ومن ثم يتم الجمع ومن ثم يتم إرجاع القيمة للكمباوند ومن ثم يرجعها للكمباوند الموجود هون ومن ثم يتم إخراجها على شكل text في txtbox3 لو جربنا البرنامج وقمنا بكتابة أية نصوص مثال على ذلك يزن ومن ثم مثلا tick دمج النصوص كما تلاحظون أنه تم دمج النصين فبالتالي النص الأول وهو اللي تم حفظه في المتغير txt1 أو البراميتر txt1 والتك تم حفظها في txt2 وتم دمجهم في الرزالتهم ثم تم إرجاع القيمة لهم للكمباوند ثم تم إخراجها في txtbox3 اللي هي صارت يزن تك ننتقل مباشرة إلى المثال الثاني ورح نستخدم فيه الصيغة الأخرى من الفنكشن وهي تبدأ بجملة sub وحكينا الفنكشن يقوم بيرجاع قيمة إذن ما رجعنا قيمة في txtbox3 وكانت من نوع string أما الصب اللي رح نستخدمه هون رح يقوم بتنفيذ عدة أوامر البرنامج عبارة عن txtbox1 وبوتون عندما يقوم المستخدم بإدخال رقم في txtbox1 والضغط على loop يتم إظهار message box بالعدد الذي يدخله المستخدم في txtbox1 فبالتالي مباشرة ننتقل إلى الكود ونقوم في البداية بذكر الصب ومن ثم اسمه مثلا خلينا نسميه loop 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 مثلا ومن ثم حسين رح نستخدم variable أو parameter يقوم بحفظ عدد مرات التكرار نسميه مثلا مثلا n ومن ثم int sub ومن ثم int sub نقوم باستخدام for loop فبالتالي نقوم باستخدام for loop من خلال ذكر for ومن ثم i as integer ومن ثم 0 to n ومن ثم message box ومن ثم نقوم أيضا بوضع i فبالتالي فبالتالي احنا قمنا بدوران for loop i هو counter وكانت قيمته تبدأ من صفر وتنتهي بالرقم n والرقم n وهو متغير أو parameter يقوم المستخدم بإدخاله في textbox 1 ومن ثم يتم الدوران بعدد المرات التي يدخلها المستخدم في button 1 وهو loop نقوم فقط بذكر function كيف نقوم بذكر function يعني loop to ومن ثم نقوم ب وضع عدد المرات التي سوف يقوم المستخدم باستخدامها والقيمة راح تكون موجودة في textbox فبالتالي textbox 1.text راح تقيم تكون القيمة موجودة هون ويتم مباشرة بقراءة function ومن ثم يقوم بحفظها في المتغير n وهو parameter اللي راح يقرأها ومن ثم راح يتم تنفيذ for loop ورح يكون range من صفر لل n الرقم اللي راح يدخله المستخدم ومن ثم يظهر messagebox بالرقم i وهو counter ومن ثم الخروج من اللوب عند انتهاء عدد مرات الدوران نقوم بتجربة البرنامج نقوم مثلا بوضع 6 مرات ومن ثم loop يقوم بالتكرار من صفر إلى 6 مرات فبالتالي صفر ومن ثم 1 ثم 2 حتى يوصل لرقم 6 لو حطينا رقم 100 أيضا راح يكرر 100 مرة ومرة أخرى الفرق بين sub والfunction أن sub هنا قام بتنفيذ عدة جمل أو بتنفيذ جملة مثل for loop لأمام كو أما function اللي خذناه في المثال الماضي قام بإرجاع قيمة للfunction يعني الفنكشن نفسه يقوم بإرجاع قيمة إله أما sub لا يقوم بإرجاع القيمة إنما يقوم بتنفيذ الموجود داخله وملاحظة أخرى بسيطة ممكن يتبادر لبعض شو الفرق بين مثلا ما نكتب الكود باستخدام الفنكشن أو مثلا نكتبه بدون استخدام الفنكشن مثل أن نقوم بكتابة for loop بكتابة loop هكذا مباشرة cut ومن ثم نقوم بكتابتها هنا ونقوم بكتابة هنا بدل textboxone.text لو قمنا بتنفيذ البرنامج رح يعطينا بنفس الطريقة يعني لو خمس مرات رح ينفذها خمس مرات الفرق إنه الفنكشن أو sub بإمكانك الدخل فيه مثلا عبارة عن الف سطر الفين سطر سطور صفحات من الأكواد داخل اللوب ويقوم بعدة جمل ويقوم بإرجاع قيم وهذا شيء يختصر على المبرمج كتابة الأكواد وإعادة كتابتها مرة أخرى إذا أردنا مثلا أن نستخدم button 2 مثلا أو كانت button 2 ونريد نفس الأمر وبنفس الطريقة فبالتالي لو نسخناها مرة ثانية هون نستهلك جهد ونستهلك وقت فبالتالي الفونكشن والsub تساعدنا على اختصار الوقت والجهد في كتابة الأكواد وأيضا في تنفيذ البرنامج فبالتالي الفونكشن مهمة جدا لأي مبرمج وهي ليست أساسية ولكن هي optional بإمكانك تستخدمها يعني اختيارية لما تحتاجها بإمكانك تستخدمها هيك منكون كملنا درسنا لليوم نشوفكم إن شاء الله في الدروس القادمة بتمنى تعملوا لايك وشير وكومنت على الفيديو وأيضا تشتركوا في القناة وتفعلوا الجرس ونشوفكم إن شاء الله في الدروس القادمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبركاته